اشتركوا في القناة 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 يجب أن يكون كل مستخدمين لديهم إمكانية تشترون صوراتهم طبعا فتبتت منافس قوي جوبون أب وصورات أخرى وثبتت نفسها في السوق حبيت أرجع في الحوار لسلفة اليوناو اليوناو كتطبيق يحتاج تحديث قوي عشان يكون سلس أنت رجعت الخبرنا الأول يعني يحتاج تحديث قوي من أي ناحية؟ التطبيق ضعيف يعني إذا لم يستجيب إلا متأخر يعني يحتاج تحديث قوي عشان يكون ينافس طيب تطبيقات الويندوز فون سواء التطبيق الرسمي حق الفيتمت أو الويندوز فون تتوقع لها الفترة القادمة أنه ممكن توصل إلى مرحلة معينة من منصات الأخرى مثل الأندرويد أو الأبل ولس لسه بكير أعتقد حاليا لا لسه بدري لأن التحديثات اللي سوتها أبل وسوتها جوجل تطبيقاتها يعني سكرت كل المنافذ يعني يبيلهم وقت طويل إلا إذا فجروها بشي استثنائي وغير المفهوم سعود انتهى فقرتنا شكرا جزيلا لك أعطيك العافية في الفقرة التالية مع عبدالعزيز المباركي نتعرف على مجموعة من التطبيقات الخاصة بحفظ كلمات المرور لتابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أبدالعزيز المباركي من موقع اتوزيتك وإن شاء الله اليوم سأحرفكم على بعض التطبيقات الخاصة بحماية المعلومات طبعا التطبيقات هذه تصنف لأكثر من تصنيف ممكن أنك تحفظ كلمات المرور الخاصة فيك وكذلك يبدأ أنك تحفظ المعلومات الخاصة الخاصة فيك سواء كان صور أو ملاحظات وغيرها طبعا في البداية نتكلم عن كيف أنك تقدر تحافظ على كلمات المرور الخاصة فيك طبعا في البداية في بعض الناس يستخدمون كلمات المرور أو يسجلونها في ملاحظات وهذا يعتبر خاطئ لأنه بالعادة ممكن لو انسرق الجوال يمكن يأخذ معلوماتك الشخصية وهذا شيء ما توقع تبغاه فعشان كذا من خلال التطبيقات هذه يجب أن تحمي جميع هذه الكلمات المرور من خلال الباسورد فلا يمكن أن يدخل عليها أبدا طبعا التطبيق الذي لدينا اليوم هو تطبيق خاص بهذا الشيء طبعا التطبيق هذا يعطيك أكثر من تصنيف التصنيف طبعا عندك تصنيفات عندك الإيميل عندك الأكاون كردت كارد بعض المعلومات عندك مثلا الأكاون عندك هنا حساب التويتر يجب أنك من الغلال أنك تضغط على هذا الزر أنك تشوف الباسورد حقك ومن الغلال ضغطك على الباسورد يجب أن يستخلك إياه وغير كذا تستطيع أن تسجل أكثر من شيء تستطيع أن تسجل إيميلاتك البريد الإلكتروني وكذلك تستطيع أن تسجل حساباتك الاجتماعية وحساباتك بشكل عام أو كرت البنك أو كرت الفيزة طبعا هذا أكثر من شيء يجب أن تسويه في هذا التطبيق طبعا التطبيق هذا لا يعتبر الوحيد هناك أكثر من تطبيق وفيه أكثر من خدمة توفر لك هذه الميزة وبصراحة أرى أنه ممتاز وخصوصا للناس كذلك الذين يذكرون كلمات مرور وينسونها بشكل مستمر طبعا ثاني تطبيق والذي هو تطبيق ماي ديسك طبعا تطبيق ماي ديسك يتميز بأنه يقدر يحفظ الصور الخاصة فيك وملاحظات وفيديوهات التي لا تريد أن تعرفها طبعا من خلال أن تدخل تقدر كذلك أنك تدخل بالباسورد وعلى طول تدخل على التطبيق طبعا من أول ما تدخل عليه سيعطيك جميع ملفاتك الخاصة سواء كان صور فيديوهات صوتيات وغيرها طبعا التطبيق هذا يعتبر قديم ما فيه أنواع أخرى وفيه أكثر من نوع عنديه أن يعطيك نفس الخاصية طبعا هذه التطبيقات رح تكون مفيدة خصوصا للمسنين اللي ينسون بباسورد وينسون كلمات مرورة بشكل مستمر وكذلك رح تكون مفيدة إذا حب منك تحمي كلمات مرورك بشكل عادي طبعا غير كذا فيه تطبيقات أكثر في هذا المجال طبعا عندك هذا التطبيق على سبيل المثال التطبيق ذا زي ما أنتم شايفين حفظت الصورة هذه بشكل خاص ما حد يقدر يدخل عليها إلا بالباسورد اللي أنا دخلت فيه فهذا شيء يعتبر مميز طبعا عندك أكثر من شيء يمكنك أن تدخل من الترنت وتحمل براءة وتحمل صوتيات وتحمل فيديوهات بشكل خاص ما حد يقدر يدخل عليها إلا بكلمة المرور طبعا هذه بعض التطبيقات اللي تقدر تحمي نفسك فيها من سرقة معلوماتك والله يطيقكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 مع أحمد الغامدي رئيس المجموعة أحمد هل نسألن فيك؟ سهلا شكراً على صدافتك في برنامزك اليوم نسيت فيه أحمد قبل سنة كان مجرد فكرة مشروع يقدم الدكتور عبارة عن فيلم مصير فيه رسالة ثوعوية الفيلم هذا وصل لنسبة مشاهدة وصل لتقريباً مليون ونص تقريباً أو أكثر شوي هل كان في بالكم أنه يكون يتحول إلى مجموعة وبالتالي قناة على اليوتيوب؟ صحيح مثل ما قلتي البداية كانت صدفة وبعدما أطلقنا أول فيديو ونشرناه وشوفنا ردود الفعل وكيف أن الناس كانت محفزة لنا ومحمسة في تلقاتهم قررنا أن نستمر بالشيء هذا وبعدها بفترة الحمد لله كونا المجموعة وأسسناها يعني هي البداية الفيلم صدفة طب الدكتور درانا المجموعة تحولت إلى أكيد كنا أصلا كان متعاوم معنا وكان مساعدنا في تكويل المجموعة يعني استشارات وأمور مثل كذا علاقات بعد لكن عارف أنها تحولت إلى مجموعة وأطلقت أكثر أطلقنا إلى الآن احنا لدينا خطة في 2012 في 2013 و2014 في 2013 نفذنا حد عشر مشروع كان من ضمن فيديوهات و2014 سنة هذه الحمد لله وصلنا إلى تسع مشاريع وباقي مشروعين إن شاء الله المشاريع التي تقصد فيها لأفلام أفلام أفلام وحملات توعوية ومؤتمرات طيب أحمد الأفلام هل فيها ووقات معينة؟ يعني كل شهار مثلاً أم لا على حسن؟ من تأسيس المجموعة نحن نحطين خطة الكلسنة 2013 خطة الكلسنة فيها عدد أفلام معينة؟ نعم لا نحدد وقت النشر لا نحدد وقت النشر أنا أقول لك الآن في 2013 كنا مراعين الأحداث العالمية الصحية والتربوية وكنا مراعين بعد المناسبات المناسبات الكبيرة المستشفيات والجمعيات الخيرية ندرجها ضمن الخطة لكي نبدأ نستغل عليها من البداية فكل مشروع أكيد بكل وقت محدد ينزل فيه لماذا أطلقت عليها نية حسنة؟ في العربية نية حسنة نية حسنة ترجمتها نية حسنة نية حسنة نية حسنة نية حسنة نية حسنة خفيف على اللسان ولا أحد يستخدم الاسم هذا فلو كان الاسم هذا دارج في المجتمع يكون منصوب لنا إذا قال أحد نية حسنة خلاص معروف منهم طيب أحمد يمكن أن ندخل في المقطع الأكثر شهرة لماذا خفت على صحتك؟ لا تخاف على صحتك هذا يمكن أن هو اللي وصل إلى نسبة مشاهدة وهو كان البداية بالنسبة لكم فكرة المقطع منك صاحب الشرارة الأولى في المقطع؟ هو في البداية مثل ما ذكرت كمشروع في الجامعة مطلوب من كل مجموعة مطلوب من كل مجموعة أنها تقدم هذا المشروع كلية الطب في جامعة لنمان محمد بن سعود أي في مادة طب المجتمع فأنت تختار الوسيلة اللي تبغاها تبغى بروشورات تبغى حملات تبغى فيديو الكلية بتدعمك احنا اخترنا فيديو لعدة أسباب لأنه في العصر هذا يعني أكثر شيء يوصل للمجتمع أسرع شيء الفيديو تلقى الأطفال الصغار يدخلوا اليوتيوب الكبار جميع شرائح المجتمع تدخل اليوتيوب فهذا اللي خلانا نختار الفيديو اللي خلانا نختار التدخين كان الموضوع هذا مثل من تعارف يعني إذا سألتك كم تعرف واحد مدخن لا يقل عن ثلاثة بجاب أي واحد تسعب الشارع أكيد لا يقل عن ثلاثة فهذا موضوع مهم وفي نقطة أن أغلب الناس اختاروا التدخين أو قد تتكلموا عن التدخين ما تتكلم عن موضوع التدخين مثل الطرح التدخين هذا شيء متعارف لكن الفكرة كانت جديدة وهذا سؤالي من صاحب الفكرة ومن الشخص اللي ابتدعها الفكرة أن الطفل يروح لمجموعة ناس جالسين قبل أن نبدأ في المشروعية واخترنا الفيديو واخترنا الموضوع سألنا برينستورمينج كيف ممكن نقدم الفيديو هذا فنحن مجموعة من ست طلاب سويتوا جلسة عمل جلسة نقص جلسة نقص عصف ذهني فكرنا فيها فأنسب موضوع اخترنا من الاختار؟ أنا لا أريد أن أصل إلى الاسم عشان أتعلمي مجموعة أنت ثلاثة أشخاص أو أربعة نحن ستة أشخاص فعرضنا أكثر من فكرة واحدة من الأفكار هذه كانت مختبسة من فيديو ثاني ممتاز فواحد ورائنا الفيديو هذا وقلنا لا مانع نطبق الفكرة هذه دام أنه فيها رسالة هادفة وفيها توعية قوية مؤثرة بعض الناس طيب إذا تكلم عن مثلا الأفكار الأخرى التي تكلمت عنها مثلا فيها برضو تكلمني على قد عمري يعني هذا يمكن كانت ردود الفعل عليه كانت جميلة يعني على الفيلم لكن هناك مطالبة أكثر من تعليق لماذا لا ترحتوا الحل؟ أنتوا دائما في أفلامكم ترحون المشكلة حتى في السلوك التربوي لا ترحت الحل نحن دائما في الأفلام التي نسويها الصحية والتربوية ما نعطي حلول أو أغلبها ما نعطي حلول يكون رسالة غير مباشرة ونعرض فيها المشكلة أنت إذا عرضت المشكلة هنا أعطيت أكثر من نص الحل ممتاز نحن عرضنا مثلا في فيديو الإعاقة عرضنا المشكلة أن الناس تنظر إلى الكرسي ما تنظر إلى الشخص المعاق لكن ما قلنا لهم بالنص كذا أنه لازم تراعون المريض لازم تراعون المعاق لا عرضنا المشكلة في فيديو كلمني على قد عمري نفس المشكلة عرضنا نفس الشي عرضنا المشكلة والناس هي اللي عليها الحل لأنه إذا عرفت المشكلة خلاص هنا أكثر من نص الحل إن شاء الله يعني أنتم مصررين أنكم ما رح تضرحون الحل أبداً حتى الفلاف الأفلام نصررين بعد أن فكرتنا لا تكون مباشرة بس بنجي على موضوع المباشرة في أحد الأسئلة لكن نخليني قبل الله نطلع من موضوع الأفلام في فيلمكم الآخر يفقد أطفالك هويتهم كانت الرسالة حلوة وجميلة لكن أنتم كان خطكم ممكن توعية صحية أكثر تحول الموضوع إلى جانب سلوكي تربوي يعني في البداية لو نتكلم عن هدف المجموعة مثل ما قلت هدفها توعية صحية وتربوية فإحنا مغطين من الجانب الصحي وعندنا بعد راعين يدعمونا ويساعدونا في الجانب التربوي يعني أي فيلم نسويه لازم يكون فيه داعم لنا الداعم هذا هو مختص في الموضوع اخترنا إهمالك مثل الفيديو هذا حقه إهمالك يفقد أطفالك هويتهم هذا تربوي فمن كانت داعم لنا برنامج الأمال الأسري هم الأشخاص المختصين في هذا الجانب فيديو الإعاقة شيء صحي فمن كانت داعم لنا مركز التأهيل في مدينة المكفاهة الطبية طبعا موضوع الدعم أحمد يعني هذا يمكن أن يأتي من تقلات ما كانت ربحية توعوية أو تطوعية هل دخل الموضوع لجانب ربحية أو بحث عن لا أبدا حتى الآن أتفقنا من تأسيس المجموعة إلى الفترة الحالية هذه إن شاء الله مستقبلة بس الفترة هذه أعمالنا كلها تطوعية أول شيء نكسب فيها خبرة نكسب فيها معارف إلى الآن نحن موسوطين على الأعمال الطوية صحيح أنه لا يوجدها مردود لكن موضوع أحمد دخل المواقعي موضوع التطوع لماذا تطوع؟ في النهاية يكون لديك مشاغل حياتي لماذا تطوع؟ لا تطوع مية بالمية أكيد كل عمل جزئيا لا كل عمل يكون فيه في الأخير مكافأات أو حوافز مثلا الحوافز شغل العمل على الأقل أكيد تشغيل العمل لا يعتبر دعمالي لنا تشغيل العمل مثلا المبلغ الفلاني اللي أخذنا صورنا فيه أو استجرنا فيه الكاميرات هذه فهذا ما يعتبر دعمالي لا هذا اللي تسير المشروع الشيء الثاني الحوافز اللي احنا ندور عليه مثلا الشهادات هذه كطالب نحتاجها في السي في مثلا بيكون لنا علاقات مثلا سمعة في المكان الفلاني هذا هذا حافز كويس لنا طب هناك في مقاطع في قناتكم كانت نسبة مشاهداتها وتجاوزها ثلاثة يعني في مقطع لي هو أسعاف المصابة بنوبة السرعة عشان اسلوبها مثلا كان مباشر تحسنوا عليها نسبة مشاهدة غير ان اسلوبها كان مباشر الفيديوهات هذه تعليمية المجتمع هنا دائما إذا بحث عن مقطع لا يبغي يتعلم يبغي شيء يجب فكرة موضوع التدخين كيف عرضناها بفكرة فكرة تجذب شوي لكن تعليمي لا ممكن للناس التعليمية ممكن للناس الدوري الفايدة متى يقودون على اليوتيوب إذا كان فاضي فإذا كان فاضي ما بروح يدور شيء يتعلم عليه فبدور شيء يجذب يخليه كم طرحة طريقة أخرى؟ طريقة تعليمية أو بشلوب آخر؟ ممكن أن يطرح بطريقة تعليمية لكن أذكر لك نقطة نحن فتحين المجال لأي جهة ممكن عندها يوم عالمي عندها مشروع تجي عندنا نتعاوم معهم الفيديو هذا كان المدينة الملك فهد الطبية كان في مجموعة تطوعية هناك عندهم وسوين معهم الفيديو هذا الفيديو هذا هم طلبوا يبغون تعليمي مباشر نحن استلمنا الفيديو من الأول إلى الأخير بدون أي عوائد مادية أو بدون أي حافز تطوعاً مننا لكن هناك أفكار ثانية قمنا عليها من الأول إلى الأخير كانت فيها فكرة لم تكن تعليمية كانت تسلك نهجنا التي نريدها 100% طيب طريقة التحضير للبرامج والأشياء هذه أنتوا بنفس التيم ست الأشخاص أنتوا اللي تشاركوهم مجموعة أخرى؟ المجموعة مقسم عدة أقسام في أعضاء إداريين في أعضاء تقنيين في أعضاء يبنون الأفكار اللي يبنون الأفكار هذولي دائماً ما يكونون ثابتين يعني تلقى واحد حضر المشروع هذا الثاني ما حضره جبنا عضو جديد حضر المشروع هذي واحدة فموهم ثابتين ليش عشان ما نبغى الأفكار تتكرر في المجموعة نبغى أفكار جديدة نبغى ندور في مجالات عديدة بعد فإحنا تقريباً وصلنا إلى 11 شخص طيب سؤالي الأخير وقتنا تقريباً شاركوا أنتها كم عددكم تقريباً فريق العمل؟ 10 شخص أتمنى لكم التوفيق أحمد شكراً جزيلاً لكم وفي الختام مشاهدين يمكنكم التواصل معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج فيسبوك وتويتر وأيضاً على هاشتاق البرنامج برنامج برودكاست ونودعكم بلقطة الختام وساعة ذكية لتحديد مواقع الأطفال متابع في أمان الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة